نفتح النقاش في هذا الموضوع مع ضيفنا من بيروت الكاتب والباحث في العلوم السياسية سيد يوسف دياب أهلا بك معنا سيد دياب عبر شاشة الغد على وقع السجال وترقب الفراغ تنتهي بعد ساعات ولاية الرئيس عون ما الذي يؤسس له هذا المشهد؟ مساء الخير طبعا كنا نتمنى في هذه الساعات أن يكون الرئيس ميشيل عون يحضر لتسليم سدة الرئاسة لمن انتخب خلفه أو أن يسلم الرئاسة أو صلاحيات الرئيس إلى حكومة دستورية لكن ثم تأمعان في دفع البلد نحو فراغ رئاسي وفراغ حكومي وأعتقد أن من يتحمل المسئولية في هذه المرحلة عن هذين الفراغين هو الرئيس عون وفريقه السياسي طبعا مدعوما من حزب الله وأمينه العام وبالتالي أعتقد أن البلد اليوم اعتبارا من غد يتجه نحو المجهول واضح أن الأمور يجب أن تقول إلى حكومة تصريف الأعمال التي تدير البلد في غياب رئيس الجمهورية لكن الكلام السلبي الذي يصدر طارة عن الرئيس ميشيل عون وطارة عن صهري جبران باسيل يوحي بأن هذا الفريق يريد أن يخلق حالة من الفوضى أو أن يدفع البلد إلى فوضى ربما يريد مخلالها طبعا لأنه اليوم بظل التوازنات السياسية القائمة وبظل الفشل الزريع لعاهد الرئيس ميشيل عون لا أمل لهذا الفريق بأن ينتج واقع سياسي بعد ذهاب ميشيل عون من قصر بعبدة الأمال بوصول جبران باسيل إلى رئاسة الجمهورية وصلت إلى حد العدم إمكانية أن يكون هذا الفريق فاعل سياسي ولعب سياسي أساسا في المرحلة المقبلة باتت شبه معدومة وبالتالي هذا الفريق يبحث عن واقع جديد هذا الواقع يعتقد أنه إذا دفع البلد من خلاله إلى فوضى معينة وإلى أزمة دستورية وقانونية معينة ربما تفرض واقع جديد عليه بمعنى أنه قد تطالب الأطراف الأخرى من جبران باسيل ومن حليفه حزب الله بأن يجلسا على طاولة مفاوضات لتقديم التنازلات لهم عسى أن تكون هذه التنازلات توصل جبران باسيل إلى رئاسة الجمهورية لكن أعتقد أن المواقف التي صدرت في الساعات الماضية توحي بأن كل جسور التواصل ما بين هذا الفريق والقوى السياسية اللبنانية الأخرى حتى بين أصدقاء لبنان الخارجيين كلها قطعت ولا إمكانية لمصلحة من سيد دياب أعتقد أنها لمصلحة الفوضى والمصلحة الفراغ التي تحدثنا عنها وأعتقد اليوم هذا الفريق يراهن على تدخلات إقليمية ربما تلعب لصالحه لكن يجد حتى الآن أو يجد اللبنانيون أن كل الرياح تسير في عكس شراع هذا الفريق وأن البلد إذا كان بالفعل قد يذهب إلى مرحلة جديدة من الوضع السياسي أعتقد أنه سيكون مبنيا على تسوية سياسية بالتأكيد بالتأكيد سيكون جبران بسيل وفريقه خارجها تمام في المرحلة الراهنة سيد دياب لو نظرنا إلى الواقع مجلس نيابي حسب كثيرين مفتت قوى الرابع عشر من أذار أيضا لديها أزمات داخلية هناك أزمة اقتصادية خانقة في البلاد هل لبنان يستحمل أي أزمة سياسية مقبلة أو أي فوضى دستورية أو فوضى بأي طريقة وبأي وسيلة الجواب حتما لا لبنان لا يتحمل لا فوضى دستورية ولا فوضى أمنية البلد يريد اليوم نوعا من الاستقرار لأن الشعب اللبناني يعيش في عقر جهنم التي أوصلها إليه عهد الرئيس ميشيل عون لبنان اليوم اللبنانيون يبحثون اليوم عن منفذ عن أمل جديد ربما يدفعهم للبقاء في هذا البلد لكن الأجواء الحالية هي أجواء سلبية وقاتمة ثمت رهان كبير ما بعد البدء بمرحلة الفراغ الرئاسي أي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الأول من نوفمبر أعتقد أن هناك رهان من اللبنانيين على تدخل خارجي من من؟ تدخل دولي يغير طبعا من أصدقاء اللبنانيين هناك رهان على الدول العربية رهان على فرنسا أن تمارس ضغوط على إيران لتغير اليوم من موقف حزب الله الذي يقف اليوم مساندا وحيدا لجبران باسيل ولميشيل عون في السياسة التي يعتمدونها إذا لم نصل عندها إلى مثل هذه الضغوط لتغيير بعض السياسات الموجودة أعتقد أن أمد الفراغ سيكون كبير وطويل وكرة التدحرج باتجاه الانهيار الشامل ستكون أسرع لذلك أنا أعتقد أن الدول الصديقة والدول الشقيقة لن تترك لبنان بمهاب الريح ونحن بحسب المعلومات التي استقيناها من مصادر عربية ودبلوماسية أن حركة ناشطة ستبدأ في مرحلة التي تلي خروج ميشيل عون من قصر أب عبده وأعتقد أن هذا التحرك لن يكون متأخرة ماذا ستفعل هذه الحركة وهذا التحرك؟ بالتأكيد المنحة الأول لهذا التحرك يدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية انتخاب سيادي رئيس يستطيع أن يوحد اللبنانيين رئيس يستطيع أن يعيد بناء الثقة ما بين لبنان والدول الشقيقة التي خربها معهد ميشيل عون إعادة لبنان إلى حاضنته العربية وأن يكون جزء من المجتمع الدولي بعد أن تعرض لبنان إلى كم من العقوبات في السنوات الست الماضية عندها نستطيع أن نقول ممكن أن نشكل حكومة تريح الواقع اللبناني وتبدأ بعملية إصلاح حقيقية طالما وقف ميشيل عون وفريقه السياسي حجر عثرة في وجه هذه الإصلاحات بدءا من مؤتمر باريس أول والثاني والثالث إلى مؤتمر سيدر ومؤتمر روما كلها وصلت إلى قرارات هذا الفريق بحزب الله وقف عائلا دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة حتى اليوم شروط صندوق النقد الدولي هذا الفريق يحبطها ويفشلها في كل مسعى سيد دياب هل لبنان مقبل على فراغ لا يملأه إلا الفراغ سياسيا ودستوريا نعم اليوم نحن في فراغ رئاسي وأيضا في فراغ حكومي لكن معروف اليوم أن الطبيعة لا تقبل الفراغ وبالتالي طالما أنه ليس هناك رئيس جمهورية ليس هناك حكومة دستورية بطبيعة الحال وفق كل الخبراء الدستوريين فإن حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها اليوم نجيب ميقاتي هي التي ستصرف أعمال الدولة والإدارات إلى أن ينتخب رئيس جديد للجمهورية وتشكل حكومة جديدة أعتقد اليوم أن الرهان على مسألتين أساسيتين في البلد المسألة الأولى هي دور الجيش في ضبط الوضع الأمني المسألة الثانية هي البقاء على حد أدنى من الاستقرار المالي وهذا ما سيعمل عليه مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان بمعنى أنه لا يسمح لتفلط الدولار ولعملية غلاء كبيرة في الأسعار إلى أن تبدأ الأجواء السياسية بترتيب تسويات معينة لنبدأ بعملية الحلول المرتجات الكاتب والباحث في العلوم السياسية سيد يوسف دياب كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة